أهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن مباراة الأهل والبيرامدز بالأمس كانت مباراة معجلة من الجولة التمنى والأهل فاس بسلسة أهداف مقابل لاشي المشهد مبارح كله على بعضه كده كان حلو أداء ونتيجة وعودة الروح من جديد للمدرجات مبارح المشهد كله كان سيمفونية من جميع الجهات الجمهور مبارح ادى روح للمطش ادى روح للملعب سيبكم من الناس اللي بتحول تسخن وتكتب كده بسطات ملهاش أي معنى وبتعمل إصارة بدون أي لازمة وإحنا أخذ بالك وإحنا داخلنا مع مباراة مهمة جدا لمنتخبنا الوطن وعايزين الجمهور يرجع ويكون فيه 60 ألف في مباراة مصر والسنغال جمهور الأهل والزمالك والإسماعيلي وكل الجمهور الأندية الشعبية فالبعض اللي بيحاول يقول أصل الجمهور مبارح خرج عن النص الجمهور مبارح هو كان الكريزة بتاعة مباراة الأهل وبرمتز جمهور الأهل مبارح ادى مثل إزاي تعرف يكون لك دور في الضغط النفسي على المنافس عشان تقدر تكسب المباراة ده مش أي حد يعرف يعملها خدوا بالكم ضغط نفسي على المنافس بدون الخروج عن النص ده مهم جدا ده مهم جدا اللي بيفهم في الكورة واللي بيفهم في لغارتمات الكورة ولغة الكورة في الملاعب وبالذات اللي بيتابع الكورة الأوروبية يعرف ده كلكم فاكرين لما انتقل لويس فيجو من ريال مدريد لبرشلونة إزاي كان فيه تأثير كبير جدا من الجمهور على أداء لويس فيجو في الكلاسيكو وبالتالي ما طلعش كل اللي عنده في المباراة ده بيبقى دور مطلوب من بعض الجماهير إن هي تقدر تأديه في المباراة طالما ما فيش خرج عن النص وده اللي حصل إمبارح الجمهور إمبارح عمل سمفونية رائعة في التشجيع ومؤذرة الفريق وفي بالفعل كان لهم دور كبير جدا في الضغط النفسي على المنافس وقدر الأهل إمبارح بخبرات لاعبي وبقدرات الجهاز الفني وبخطة اللعب وبالطريقة اللي لعب بها موسيماني لأن إمبارح كمان لعب بكذا طريقة بس هتكلم على ده بعد شوية لكن إمبارح الجمهور لازم نديله حقه جمهور الأهل إمبارح ادى المثل إزاي كله دور إيجابي وده اللي أنا عايز أتكلم عليه بشكل أكبر للفترة الجاية الأندية الشعبية لما جمهورها بيكون موجود في المدارجات بتفرق كتير قوي بتفرق كتير قوي فالمكسب إمبارح كان مهم جدا وانتصار الأهل إمبارح كان رائع جدا وعودة الروح للملاعب بوجود جمهور الأهل ده كان شيء عظم في مباراة إمبارح على ملعب الأهل والسلام وده كان لازم نقوله النهاردة في بداية الحديث عن المباراة عشان ندل جمهور حقه وفي نفس الوقت البعض اللي بيحاول بقى إيه يخرج عن النص ويكتب كلام ملوش معنى أعتقد الرابط عندها مرائب وعندها ناس بتفهم في الكورة فمش هتتنساق وراء أي بسطات ولا أي كلام ملوش أي معنى في النطاق ده نروح بقى للجزء الأهل